وبقيت أشوفوا إنه من الأخبار اللي بتبهجني وتسعيدني أنا تحديداً يعني بنوتة من عندنا في صعيد مصر تحديداً من إينا هذه الفتاة حصلت على المركز الثاني عالمياً في برمجة الروبوت في كوريا الجنوبية وعبر زوم مارولا أمير الطالبة المصرية من عندي أنا مارولا ألعب قرية ما شاء الله تاتشود يعني مش عارف أقولك إيه إزاك يا مارولا؟ الحمد لله أنا شكراً بنا الحمد لله كل سنة وأنت طيبة مؤدمة ما تنسيناش وإنتي بتعيدي إيش إن شاء الله قوليني مارولا إيه بقى قصة المسابقة اللي إنتي اشتركت فيها في كوريا الجنوبية وخدتي المركز الثاني احكيلي كده الحدوتة وما تيبيش مكسوفة أنا بدأت من ثمان سنين بدأت لأوه في مسابقات جمهوري أخدت مراكز كثيرة قوي أو مسابقة على العالم كنت دخلتها وأنا في قول على دي كانت مسابقة لينفورو كومبوتيشن دي روبوت تطبع الخط بنوصل الروبوت بين الستارت بوينت للإنت بوينت في أقل وقت ممكن ودي كانت أول مرة أخد فيها أول عالم ما شاء الله خايل تاني ده كان أولاين تاني مرة كانت أولاين برضو دي كانت سومه بنخترع روبوت بنفس روبوت تاني وبيضربوا بعض واللي بيقصر التاني هو اللي بيكسب وده برضو خدنا فيها أول عالم ودي كانت أولاين برضو بعد كده السنة اللي فاتت ودي كانت أول مسابقة أوفلاين بدأتها في شهر ثلاثة دخلت أنا وديم قلنا إحنا ثلاثة دخلنا في شهر ثلاثة قعدنا نتدرب لحد نفسنا كمهوري في شهر سبعة أخدنا أول كمهوري راحت مسابقة في صنغفورة بعدت لنا قلت لنا أن هي عايزانا نمسل مصر هناك في صنغفورة وفعلا إحنا وفقنا أننا فعلا عايزين نمسل مصر برا يعني برا وندي فكرة أن مصر دي فعلا دولة قوية قوي قوي للدول التانية فعلا عندنا نجتهد جامد وفضلنا نبرمج كثير قوي عن الروبوت فكان فكرة الروبوت أصلا أنه يقلل التغير المناخي وهو يساعدنا في المصابع بس فعلا دخلنا بالروبوت ده في صنغفورة وسافرنا وخدنا أول عالم كانت حوالي ضد خمس دول بينهم الصين ويو اس اي وشاينة قصدي وكوريا واستراليا بعد كده بسبب حصولي على مركز أول عالم في صنغفورة دهرت المعبوبين في إنا طلعت لمنحة طبع وزارة التعليم لليابان خاصة دوكيو ده كان طباطه طلابي وثقافي فعلا رحت اليابان قبل كوريا كان ده من حوالي شهر في شهر 11 رحت هناك وكانت الفكرة أساسا أننا نعرف ثقافتهم وفعلا رحنا هناك قعدنا معهم وفعلا قضينا معهم اليوم الدراسي كامل عرفنا قد إيه هم بيختلفوا علينا في حاجة كتير قوي في اليوم الدراسي اليوم الدراسي عندهم أطول مننا عندهم أكتفاتيس كتير قوي مختلفة وأكتر حاجة عجبتني هناك أنهم بيمرسوا الحاجات اللي هم كانوا بيمرسوها زمان كانوا بيلبسوا لبس مختلف اسمه كيمونو ده بيلبسوا في المدارس حتى هم بيمرسوا أكتفاتيس مختلفة عننا خالص أكتفاتيس هم كانوا بيستخدموها زمان رحنا قابلنا السفير هناك وكلمنا على قد إيه هو واهتماماته الشديدة اللي كان عايزها ما بين مصر واليابان والتعليم اللي هو عايز يوصله ما بين الدولتين وروحنا شوفنا برضو المسؤولة عن التعليم هناك وبرضو كان برضو بيكلمنا اهتماماته الشديدة اللي هو عايز يعملها ما بين الدولتين بس بعدها رجعت مصر وفعلا سفرت بقى مصابقة كوريا كوريا الجنوبية دي بقى كانت مصابقة على العالم دي بقى كانت مصابقة قوي قوي كانت ضد سبعة دولتين منهم تونس ويو اس ايا واستراليا وصلغافورةة وتشاينا وكوريا عادنا برضو نتدرب هي كانت نفسه مصابقة بتاعة صلغافورة بس احنا دخلناها تاني عشان من حيث ان احنا نطور في الروبوت اكتر وفعلا نطورنا في دخلناها كانت مسابقة خمس ايام اول يوم ريستريشن عادي اربعة ايام مسابقة كانوا تلت تسقط اول يومين كانوا تسقط واحد التسقط واحد اللي احنا بنمرمج روبوت ريال وفيرشوال روبوت على اللاب وريال روبوت على الحقيقة بنمرمجه هما الاتنين كانوا كانوا مباب مات بنبرمجها في ساعتين كنا بنبرمج الساعتين دول فعلا كان موضوع يوتر لان هو كان الدول قوي قوي خاصة من الصين بس احنا عرفنا ناخد فيه تاني عالم ده كانوا اول يومين بعد كده تالت رابع يوم ده بقى كانت اللي هي ديليفري ديليفري اللي احنا بنمدل العربات اللي في الحقيقة نحط مكانها روبوت ونبرمج الروبوت ده دخلنا فيه اول عالم بعد كده تالت تسقط وده الاخير ده كان حاجة اسمها سوبر تيم سوبر تيم دي مسابقة بدخلنا مع تيم تاني من دولة تانية وكانت الدولة تانية دي كانت شاينة ومنبقى مع بعض وبنبرمج مع بعض نفس البرمجة بس بنبقى يعني دولتين مع بعض مختلفين بالحاس ان احنا نعرف نتواصل معاهم وكانت عرفنا نتواصل لنا مركز تاني عالم بصي انا طاير بيكي بصراحة تي عندك كم سنة؟ خمسطاشر واول مسابقة سافرتيها من ثمان سنين؟ لا بدأت برمجة بدأت برمجة من ثمان سنين من ثمان سنين يعني من وانت عندك سبع سنين؟ بزرط ليه؟ ايه اللي شدك للقصة؟ وتعلمتي كل ده فين يا مرال؟ انا كنت بجرب حاجات كتير قوي بينهم السباحة والباسكت وما زلت برضو بكملة فيهم جربت برضو لغة الاشارة جربت حاجات كتير قوي بس اكتر حاجة شدتني هي بصراحة الروبوتس والبرمجة في العموم لان ده المستقبل يعني هو ده اللي جاي كله اللي هو روبوتس وبرمجة كل حاجة يخرب عقلك اولا ما شاء الله وخمسة وخميسة وكل الحاجات الممكنة وهو اللي قولنا بخور يا جماعة ده مبقيا كده لكن انا مبهور بصراحة يعني مبهور ومش مبهور اول هم دول مصر وده جيل عظيم بصراحة جدا الحاجة التانية ان انا مبهور ان انت لسه صغنطوطة انت عمليا خلاص خدتي قرار انه ده هيبقى مجال دراستك بعد كده ان شاء الله ايه بزرط وهتخش بقى بحاجات برمجة وزكاء اصطناعي مارولا انت بتحكيلي حدوطة عاملة زي الخيال العلمي لو اتنين روبوتس بيلعبوا مع بعض ووحد فيهم يكسر التاني انا شفت مرة فيلم كده في السينما والله صح انت شفتين فيلم ده عارفاه لا بس اولا دي بشوفه من الروبوتات البابرمجة يعني انت بتتفرج عليها في السينما وانا بعملها بجد يعني طيب انت دلوقتي بقى يعني اتعلمتي كل ده فين ازاي تعلمتي الكلام ده اجتهات شخصي بصرافة يعني انا عدت بقى ادخل في كورسات كتير وبقى بحث على اليوتيوب وجوجل لحد لما بصد ده اجتهات شخصي كورسز وابحاث على جوجل ووصلتي للي انت فيه ده ان شاء الله بص ربنا يحفظك يا رب ويخليكي لأهلك ويخليكي لنا كلنا عموما يعمي انت خد يبالك من نفسك وخليكي منك كده زي ما انتي كده والله بكلمك بأمانة لحد ما نشوفك واحدة من اكبر اكبر عالمات الروبوتكس في الدنيا وانا اتوقع ذلك اتمنى بس يبقى لي العمر ان انا شوفك كده وانتي بتاخدي جايزة كبيرة بقى جايزة بنجامين فرانكلين نوبل يعني كل الحاجات دي والله وانا ما استبعدهاش بجد برافو يا مارولا كل محبتي وكل اعجابي وبتمنى من ربنا يحفظك حقيقي يعني وكملي يا مارولا كملي في مسابقة تانية دخل عليها قريب ولا لا لا بعد كده بقى هفضل بقى اطور من الروبوت اللي عملته عشان اعرف اشرف مصر بعد كده تاني ده انتي مشرفانة جدا اوي خالص يا بنتي يا الله ما شاء الله عليك وربنا يوفقك وانا سعيد وفخور بيك جدا 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 شكرا يا مارولا اعمليلي باي 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 حبيبتي باي باي مارولا امير الطالبة المصري يا تيجي تقول لي المصريين فخورين بنفسهم كده يا نارا بيض دي اصغر بناتنا 15 سنة انا حتى حاولت اشوف بالنسبة والتناسب مارولا قد ايه جنب الشنطة الزرق اللي كنت جرها واروها ويا داخل المطار يعني مارولا دي كده مثلا اه با يعني حاجة كده اظنها 154 بالكتير 162 سنة 15 سنة بتعمل كده منها عندها 7 سنين ما شاء الله مبدئيا يعني ومستمرة اهيه حاول تتصور ان الشنطة دي لو اتعادلت وقفت مكانها تاني هتعرف طول هذه البنوتة الجميلة العبقرية بنوت مصرية الصعيدية عندها اسرار عارفة سكتها فين ماشية فيها رايحة انه ده مجال دراستها ان شاء الله وربنا هيوفقها كل التوفيق انا وحضراتك وهو اما شفناها بتقلت جوائز دولية بقى وهي كبيرة كده عروسة ماشاء الله لما تتخرج من الجامعة ايه بقولوا انتو انا بقولكم دي جاية واضح شوفوا بقى شكرا مرة تانية مارولة امير طالبتنا المصرية لكلنا فخورين بيها واللي انا عارف انه هذه العقول في عندنا منها كده ايه ما اقولكش وهنداوم البحث عن العقول دي وهنلقي عليهم الضوء وهنركز معهم جدا 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 اشتركوا في القناة